موسيقى مستمرين معكم أحبتنا المشاهدين من تقرير الزميل محمد الحربي والمتعلق بموضوع مشروع الاستنطار وارتباطه بالتغير المناخي لنذهب إلى المدينة الوردية إلى البتراء كما استعرضنا في بداية فقراتنا وانضمام مدينة البتراء إلى الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية إضافة قيمة مضافة تضاف إلى مدينة البتراء بشكل نوعي حقيقة على الجانب البيئي وعلى جانب التنوع الحيوي وأيضا إذا تحدثنا عن محمية طبيعية وارتباطها بالشق والجانب السياحي وأيضا الموروث الثقافي والموروث الحضري لمدينة البتراء أريد أن أصبح بالخير على ضيوفنا سيد صباحك غلبناك بالفترة الصباحية قدومكم من مدينة البتراء جهودكم مشكورة بدايتا الأستاذ ماجد الحسنات مدير مشروع التنوع الحيوي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديدا اليوان دي بي وأيضا مديرة المصادر التراثية بسلطة إقليم البتراء التنموي المهندسة هاني الصالحاني أسأل الله صباحكم نتحدث عن تنوه حيوي ونتحدث عن موروث ثقافي وحضري أيضا من خلال السلطة سأبدأ بشكل سريع لأستاذ ماجد الحسنات إعلان انضمام البتراء للمحميات الطبيعية الشبكة الوطنية ما بين قوسين بالبداية أسمح لي أشكرك صديقي مجحم وأتقدم بالمشاهدين وتمنياتي لهم بعام جديد بإذن الله سبحانه وتعالى شكرا على هذه الفرصة التي أعطيتنا إياها نعطيها الإضاح الصباحي عن هذه القيمة الجديدة وهي إعلان البتراء ضمن الشبكة الوطنية المحميات الطبيعية هذه القيمة التي كنا نطلع إلها مسبقا مؤخرا يوم الاثنين الماضي تشرفنا وعملنا حفل إطلاق البتراء ضمن الشبكة الوطنية للمحميات بالتعاون مع سلطة إقليم البتراء التنموى السياحي وبرنامج الأمم المتحدة نحن من خلال مشروع دمج التنوى الحيوي في تطوير الكطاع السياحي في الأردن هذا المشروع الذي تنفذ من كبه البرنامج الأمم المتحدة وبدعم من مرفق البيئة العالمي وبالتعاون مع سلطة إقليم البتراء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هذا المشروع الذي حصل لثلاث سنوات نحن في السنة الثالث الآن مشروع مدت أربع سنوات نتطلع مع الشركاء أن نحقق أهداف المشروع التي تتضمن أن يكون موضوع صون التنوى الحيوي وحمايته ضمن الأنشطة وضمن التعليمات ضمن الخطط للقطاع السياحي بشكل عام إذا جينا نحكي عن القيمة المضافة لإعلان البتراء للشبكة الوطنية المحميات بصراحة حزنا عليك لأنه كل اليوم نقضيه ونحكي عن هذه القيمة لكن نحكي بإضاءة سريعة البتراء زي ما تعرفوا هي عجوبة الثانية العجائب الدنيا السبعة وليست عجوبة وليس فقط البتراء في قيمة أثرية الموجودة فيها البتراء فيها قيم وفيها كنوز عديدة ومن أهم هذه الكنوز الموجودة القيمة الطبيعية يعني من القيمة الطبيعية أنتقل إلى مديرة المصادر التراثية وهذا التنوع والتناغم والارتباط المباشر من السياحة إلى الموروث الحضري إلى التنوع الحيوي والبيئي دور السلطة بشكل مباشر وهي انصح الوصف رافعة حقيقية سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي أيضا لمدينة البتراء دعني أخي مجحن في بداية أتحدث بصورة مختصرة عن تأسيس سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي في عام 1985 تم إدراج محمية البترة الأثرية على قائمة التراث العالمي لليونسكو كان لابد من وجود جسم قوي لا مركزي يقوم بحماية الموقع الأثري وتنمية المجتمعات المحلية السبتة الموجودة في منطقة الإقليم لذا تم تشكيل أو تأسيس ما يسمى بمجلس تنظيم الإقليم استمرارا لنهج الحكومة الأردنية بدعم وحماية وتنمية المجتمعات الموجودة في المنطقة تم تحويل هذا المجلس إلى سلطة إقليم البترة التنموي السياحي مكون من مجلس يرأسه رئيس يتولى إدارة هذا المجلس والإقليم يضم أربع مفوضين آخرين أحد هؤلاء المفوضين هو مفوض المحمية الأثرية بالنسبة عودة إلى سؤالك لتنمية المجتمع وخدمة المجتمعات الموجودة في المنطقة يقوم الإقليم بتقديم خدمات بنية تحتية مؤخرا تم إيجاد مجموعة من المشاريع لنقول أنها ميجا بروجيكت يعني مشاريع أظمى بالإضافة إلى الأعمال العادية التي تقوم بها البلديات من شق طرق الأعمال التقليدية لكن أهم من أهم التنمية التي تقوم بها سلطة أقليم البترة هي أن 95% من العاملين في السلطة هم من أبناء المجتمع المحلي نعم على مختلف المستويات هناك المفوض المدير المهندس وكذلك العامل مما يجعلهم شركاء في اتخاذ القرار كذلك هناك منح جامعية لأبناء المجتمع المحلي بالإضافة إلى الدعم الذي تقوم به السلطة للجمعيات الموجودة وعلى رأسها جامعة عاصمة الأنباط جمعية عاصمة الأنباط وهي التي تمثل الست مجتمعات المحلية تقوم السلطة بتوفير مشاريع وخدمات لهذه الجمعية تدر عليها ربحا ماليا وبالتالي يدر على أبناء المجتمعات المحلية الموجودة هناك ومن المجتمعات المحلية مهندس تهاني وأيضا أستاذ ماجد لنذهب إلى المادة الفيلمية إلى سحر الطبيعة والتنوع الحيوي وأيضا المشاهدين توقين الآن لمشاهدة هذا التنوع الحيوي بالمدينة الوردية بالبترة أحبتنا لنذهب إلى المادة الفيلمية بدقائق معدودة ونعاود حديثنا مع ضيوفنا الكرام ترجمة نانسي قنقر كل ما يبدو لنا خشنا وقاسيا كان لحنا عذبا لمن سكنوا هذا المكان كان يشد بناي من القصب يشتاز فيه التلال والوديان يتنفس بأغنية جديدة يلد فيها قلب هذا الرجل الجالس شاديا بما لا يوصف من كلمات موسيقى إن لموقع البترة الجغرافي والتباين الكبير ما بين أعلى وأخفض مكان في ذلك الموقع المحصور جغرافيا والصغير نسبيا له نعكاس كبير على قيم التنوع الحيوي في منطقة البترة حيث تعتبر هذه المنطقة ومحيطها موطنا لأكثر من 750 نوعا من النباتات والحيوانات موسيقى 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 عدنا مجددا أحبتنا المشاهدين والاستثمار الدقائق المتبقية أستاذ ماجد شاهدنا بضع دقائق من سحر الطبيعة وتنوع الحيوي وتحديدا هذه المادة الفيلمية سلطت الضوء بعيدا عن جسم البناء بعيدا عن مدينة البتراء المعهودة وما شاهدنا ممكن من مرتدي وزوار مدينة البتراء لم يشاهدوا بعض هذه المشاهد لأنه يعتقدوا أنه السيق الخزنة المواقع المعروفة التقليدية لم يذهبوا إلى العمق تحديدا لمشاهدة هذا التنور نعم صديقي بالمناسبة معظم الزوار الذين يزوروا البتراء ومعظم الناس يفكرون أن البتراء فقط هي الخزنة أو الواجهات الحجرية لكن للأمانة البتراء تحتوي وتضم بين جنباتها العديد من الكنوز وزي ما حكينا بالفيلم 750 نوع من النباتات موجودة بالبتراء وأكثر من 100 نوع من الحيوانات أنا كابن للبتراء وأنا بالمناسبة بالمجتمع محلي بالبتراء أستطيع أحكي لك بكل تجرد أن البتراء تحتوي على عديد من الكنوز بما يخص القيمة الطبيعية نستذكر ونحن صغر كيف نذهب إلى البتراء ونشوف هذه النباتات وهذه الحيوانات التي كانت موجودة للأسف في بعض المجتمعاتها خفت في بعض المجتمعاتها اختفت بالكامل بنحاول من خلال هذا المشروع وبالتشراكة مع سلطة تقليم البتراء أن نعيد هذا الألق فرج الزائر بالضبط من خلال عيوننا كمجتمع محلي شو الأشياء الموجودة بالبتراء يشوفوا أشياء غير الخزنة يشوفوا أشياء طبعا الخزنة تسحرنا كنا لكن في جوانب أخرى قد تسحر الزائر قد نبني منتج سياحي جديد يعتمد بقيمته بالكامل على القيمة الطبيعية ممكن من خلال هذا المنتج نزيد فترة إقامة الزائر نحن نحكي بفترة إقامة الزائر ونزيدها لأنه كل ما زادت فترة إقامة الزائر كل ما استفاد المجتمع المحلي كل ما استفادت للدولة بشكل عام ونحن نحكي عن القطاع السياحي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني فكل ما عتنينا بهذا القطاع كل ما زادت قيمة المادية والاقتصادية المستفادة من هذا المجتمع نعم المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة الآن سلطة تقديم البتراء التنموي فور إعلان وانضمام مدينة البتراء لشبكة وطنية للمحميات الطبيعية نعم المسؤولية كبيرة جدا لكن الحمد لله بوجود الخبرات الكبيرة الموجودة في السلطة سنقوم بوضع الترتيبات الإدارية والمؤسسية لتشكيل وتأسيس وحدة للتنوع الحيوي تقوم بمجال صون والحفاظ على هذا المنتج الطبيعي الموروث الطبيعي المهم في البتراء كما تفضل زميل المهندس ماجد بالإضافة إلى ذلك بحاجة إلى خطة إدارية لهذه المحمية الطبيعية وقد قمنا كمحمية بتراء أثرية منذ أكثر من عام بتأسيس وعمل خطة إدارة للموروث الثقافي الأثري بالتعاون مع دائرة الآثار العامة ومكتب اليونسكو عمان وكذلك من خلال مشروع اليون دي بي تم إعطاء محورين رئيسيات في الخطة الإدارية للمحمية الأثرية تخص وتعنى بالحفاظ على الموروث الطبيعي كذلك نحن بحاجة إلى تدريب الكادر وتأهيله للحفاظ على هذا الموروث الطبيعي وبناء قدرة للتعامل والتعاون مع المجتمعات المحلية مع المؤسسات الوطنية والدولية من IUCN ولا اليونسكو ولا الجهات المانحة كذلك نحن بدأنا منذ أكثر من عام وبالتعاون مع مشروع التنوع الحيوي مع أخي المهندس ماجد ببناء قاعدة بيانات لهذه التنوع الحيوي النباتي والحيواني بحاجة إلى الاستمرار في تحسين وتطوير هذه القاعدة بحاجة كذلك إلى بناء ودعم برامج تعنى بالسياحة البيئية كمنتج ورافد آخر للسياحة نعم بش مهندس بالمحور الأخير حقيقة إذا تحدثنا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاعب رئيس حقيقة بانضمام مدينة البترة إلى شبكة الوطنية للمحميات الطبيعية للقادم بدقيقة الله القادم إن شاء الله جميل مثل الفترة التي مرت الصراحة نحن الآن عدينا ملف بالكامل في تعليمات خاصة لإدراج أي محمية أو متزهة وطني التزمنا بهذه التعليمات عدينا ملف بالكامل بيحتوي على كل التفاصيل اللازمة للإعلان الملف تسلم لمعالي وزير البيئة بالاحتفال الماضي الآن رح تتشكل لجنة من قبل وزارة البيئة تدرس هذا الملف وتعطي توصياتها لمعالي وزير البيئة معالي وزير البيئة أيضا بتوصيها رح يرفحها لدولة رئيس الوزراء لمجلس الوزراء حتى يتم البت بهذا الإعلان طبعا ما بكتفي دورنا لهون احنا شريك رئيسي مع سلطة تقليم البترة رح نستكنل احنا وياهم المراحل القادمة ونطلع أن تكون البترة موقع تراث خلية وأكيد نحن معكم للقادم من الأيام وأتحدث دائما أينما يكون الإنجاز ويكون التنوع حقيقة تكون عدسة وكاميرا التلفزيون الأردني حاضرة وتحديدا بهذه النافذة الصباحية برنامج يوم جديد المهندس سيدة هاني الصالحاني كل شكر لتلبية الدعوة الكريمة وأيضا المهندس ماجد الحسنات شرفتونا بقدومكم ونتمنى لكم عودة سالمة بإذن الله أحبتنا ونواصل معكم فابقوا معنا